طيب هنروح لكرة السلة سيدات مبارح توجنا ببطولة دوري السوبر دوري المرتبط لكرة السلة بعد ما فوزنا على سبورتينج في المباراة الختمية الماتش كانت لعبة على مجمع الدكتور حسن مصطفى على فكرة عايز اقول لكم حاجة انه كوبي بيست من الرجال اللي حصل انه المرتبط فاز 18 سنة بقيادة الكابتن عامر صابر فاز بالمباراة الاولى فرقنا الكبير او الدرجة الاولى فازوا بالخسر المباراة الاولى ليهم ضد سبورتينج الماتش اليوم التاني او منافسات اليوم التاني او العودة المرتبط فاز فقد ده فرصة للفريق الكبير انه شانسي تاني انه يكسب منبارح الحقيقة شاهد تقلق عدد كبير من اللاعبات وكانوا على قدر المسئولية وبالنسبة احنا طول المباراة قريبة احنا اللي ليد طب مين اللي تقلق بشكل كبير نادين السلعوي اللي خدت احسن اهدافة البطولة حطت 34 نقطة عندنا رانيم الجداوي عملت مباراة هيلة عندنا فريدة وائل عملت مباراة جيدة جديد رانيم الجداوي هي واخد كاس احسن لعبة احسن لعبة في البطولة فيعني يعني ده يدل انه واحسن روح رياضية يعني رانيم الجداوي وندين احسن لعب والهداف انا اسف رانيم الجداوي خدت احسن روح رياضية اللي عايزوا لهولكم انه يعني الفرقة واحدة واحدة بتاخد على بعض خلي بالكم ما تنسوش ان احنا فقدنا ركن اساسي وعمود في الفرقة ثورية يعني فقدين عمود انت عارفين يا جماعة عاملة زي ايه ثورية يعني انت عندك بيت مبني على 4 او 5 عمدة فانت لما تيجي تهد بيت او تشيل تهد عمود او تاخد عمود منه وضع البيت بيختل شوي مش هيقع بس بيختل هو ده اللي حصل في مبارات السوبر فجأة قبلها باسبوع غياب ثورية ثورية كانت يعني يما ما بتحطش بتحط 25 نقطة فوحل مميز وبيلاقيلك حلول في وقت انت مش قادر تحط بسكت زي طبعا قوتها الدفاعية فجأة انت شلت لعبة احسن لعبة في مصر وافريقيا وكيلو باترا النيل والقصة الكبيرة دي فجأة شلتها من الفرقة الفرقة عندها سكواد يقدر يتحمل غياب ثورية ان شاء الله قد بترجع لنا بالسلامة هو لكن لغاية ما البت يعدل نفسه بتاخد وقت هو ده اللي حصل ولو تفتكروا احنا بعد ماتش السوبر في الاستوديو التحليل قلنا ان كابتنا علي هاشم قادر انه يعالج الاخطاء دي وانه الفرقة تبتدي تعدل من نفسها بمعنى يعني نادين السلعون برا حتى 34 نقطة ده مش تهدفها الطبيعي لانكابت بتبقى جنبيها ثورية بتلاقي دي حتى 25 دي 25 بس نادين فهمت والجهاز الفني فهم ان عشان اعوض النقص بال25 بنت اللي انا بحطهم كل مباراة لازم مزيد من المجود من نادين ورانيم وفريده واقل وفيه ادوار للفرقة كلها طبعا ما ننكرش فرق باية الادوار يعني النهار ده نادين بكرة غيره 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 احنا بنقول على مباراة مباراة فاذا الحمد لله دي خطوة كويسة نقفل الصفحة دي ونبص على طول ان شاء الله على الخطوة اللي بعدها وهي السوبر لان ده المهم واحنا على فكرة حامل لقى قبل مرتبط بالسنة اللي فاتت فالحمد لله فوزنا به للسنة التانية على التوالي وده يعني حاجة سعادتنا جاي وان شاء الله يكونوا معنا في حلقة من الحلقات ونبرك لهم طبعا ونحتفل بيهم لانه انجاز كبير وحاجة جيدة ان انت تحول خسارتك لفوز في قل من يومين ودي كانت مباراة الحقيقة اول بطولة للمجلس الجديدة او مجلس كابتن محمود الخطيف في دورته الجديدة بس طبعا يمكن انا اختلف معاكو شوي ان الدورة دي تنتهي 30-11 فمعليش برضو المشي هني اول بطولة ان شاء الله يعني انا بتكلم مع فريق الاعداد الحقيقة بس يعني ان شاء الله تتعتبر اول بطولة للمجلس الجديد وكانتوا طبعا اكيد حاجة تسعيدنا كلانا